صراحة يعني هحكي لكم كذا موقف هو اللي خلاني أعمل الحلقة دوت الحلقة بتاعت النهاردة ديت وهحكي الموقف دوت وعايزاكم بقى تسمعوني مش بودانكم مش عايزة حد يسمع بودانه نهارا عايزة تسمعوني بعين القلب قصة هحكيها في البداية قصة شاب الشاب دوت يعني هو طبعا حاليا عنده 28 سنة واخد جوائز على مستوى المملكة اللي هو فيها من رئيس المملكة ذات نفسها وراجل حافظ القرآن الشاب ده حافظ القرآن مية كده مية بالمتشفهات بقى بالقراءات بالكلام ده حال الشاب ده له موقفين كنت حكيت له موقف قبل كده هعيده تاني دلوقتي وموقف جديد برضه هحكيه لكم الموقف اللي حكيته قبل كده كان في البر انه كان في وسط اصحابه جات له رسالة من والدته تعال انا عايزاك ساب اصحابه وقام بفز يعني واكد قام بفز كده راح عشان امه يعني فبقول له يعني هادي احنا قدامنا كده كده ربع ساعة نخلص اللي احنا بنعمله وحنيمشي كلنا مع بعض ونوصلك وبتاع قال لهم لأ امي نادتني حال القلب ده ما يبقى شاب وفترة ريعان شبابه وامه تناديه فيقوم ويسيب اصحابه في التوه في اللحظة معين فضلهم عشر دقائق يعني هي عشر دقائق والدنيا تخلص كلها وخلاص يعني لكن هو اصر ان انا انا ايم دلوقتي ده موقف الموقف التاني انا هقول لكم ليه حاله كده ليه هو القرآن عنده كده ليه هو وضع كده هقول لكم السر دلوقتي السر في الموقف ده حاله بيقول لك الشاب ده من سن 8 سنين لم يطرق قيام الليل ولولي ليلة ومن بعد لما بلغ عشرين سنة بقى وما بلغوا بقى كبير يعني في جامعة وكده يصل لقيام الليل كل ليلة عند واحد من اصحابه واللي صحابه اللي ما يصليش معك ما يكملش معه ما يصعبوش ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده ايه هي الام الجميلة لرب البيت ده شكله عامل ازاي الام طبعا انا يعني كلامي عن الام يعني موضوع الاب ده حاجة بتسند يعني لكن الام انتي انتي ما تزعله بقى ما تزعله هو ده الصح لما قولك 8 سنين بيصلي قيام بشاف مين شاف ابوه ماشي صلى رقعتين لما جبني ده ومه وتعبانه وتعبس شاف ام تصحى وتصحيه وتواصل معها 8 سنين قيام ليل يعني ما ترقوش يوم واحد انتوا عارفين ليه القيام بيغير صحابه انتوا عارفين ليه القيام بيخلي القلب له وضع تاني مع ربنا صحانه وتعالى بيمنع المعاصي اللي بتعملها الجوارح تاني يوم غزبا عنك تبقى نفسك تعمل المعاصي او عايز تعمل المعاصي لكن جرح الجوارح بتنهيك عنه ليه اصلها كانت حديثة عهد بقيام لسه كانت مصلية قيام في الليل فتمنع صاحب قيام الليل له نور في القلب صاحب قيام الليل له نور بصيرة صاحب قيام الليل له نور في عمل الجوارح صاحب قيام الليل حسنا